اشتركوا في القناة وإغلاق بعض الأحياء أمور لا يمكن معها حص الحوار واشدد بابا على أن تحالفه لا يرفض الحوار من حيث المبدأ لكنه يرى أن الظروف الحالية غير ناضشة لذلك عقد وزير الخارجية الموريتان إسماعيل الشيخ أحمد في العاصمة السنغالية دكار جلسة مباحثات مع نظره السنغالي أمادبا وقالت وسائل إعلام سنغالية إلى المباحثات بين الوزيرين تناول توضاع الجالية السنغالية في موريتانيا عقب أحداث العنف الأخيرة التي شهدت نواكشوت وبعض مدن الداخل والتي قالت السلطات الموريتانية إن بعض مواطن دول الجوار شاركوا فيها قال الناطق الرسمي باسم حزب تجمع الوطن للإصلاح وتنمية تواصل السالك السيد محمود إن حزبه لم يدعى ولم يشارك في أي آلية للحوار مع النظام مضيفا أن التجارب السابقة مع النظام المنتهية ولايته لا تدعو للتفاؤل في أي حوار يشرف عليه وأكد السيد محمود في تصريح صحفي وزعه على الإعلام على تمسك حزبه بالحوار سبيلا لحل الخلافات وعلى حرصه على تماسك ووحدة المعارضة يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجزي ونشراتي وبرامجي القناة عبر صفحتنا على فيس بوك الظاهرة على الشاشة الرابعة نشرات إخبارية مفصلة تنتم في أمان الله اشتركوا في القناة